أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد جدول مباريات بطولة أفريقي للناشئين لكرة اليد والتي تصدفها رواندا في الفترة من 30 من أغسطس وحتى 7 من سبتمبر كانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر ومضغشكر ورواندا وبوروندي حيث سيفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 30 من أغسطس أمام منتخب الجزائر فيما ضمت المجموعة الأولى كل من المغرب وكونغو وليبيا وأغاندا وتشاد